ايه بي يا خافة ايه يا عم انت هتودينا فداي ولا ايه انا احضنك وحطهملي في جيبي ها يلا يلا حبيب قال نورت الدنيا كلها ربنا حبيبي وابنا حبيبي سلملي عليهم كل زبان ها اللهم حاجة يوم الجمعة اخروش يلا بالسلامة يا حبيب اسمع يا اه يا اه مو انت؟ ايه بسعت البيت ايه ده امورني انت طلعت قبلية هنا ازاي انا طلعت بالأسنسير يا بيه بالأسنسير لانت مش عينه انه هبلان؟ ده بالنسلة للجمهور انا بالنسلة للموظفين شغال اه ما شاء الله أصلهم هنا بايه ناس مفتريين ما بيقدلوش المسئولية بيبوزوه عشان كده القبش مهندس جلال ايه قرر ان الأسنصير يختصر على الموظفين بس ايه ايه انا ايه ما خلاصة بيه انا فهمتها انا بفهمها وهي طيبة ولو ما فهمتهاش اوقفها الغطة فهمها وبعدنا طيارها تاني اكيد رخصة بيه رخصة؟ اه طبعا تلاقيك بنيت وخلفت التعليمات وبعد كده جايع عشان تعمل رخصة بصة بيه الموضوع ده في جناية ده مضمون منه عن باتن بس انا بقى ليه سكة سكة ايه؟ الكلام ده ما نفعش هنا بيه تعالي نتكلم في مكتب الأستاذ تعيد وضيطل عميل الأستاذ تعيد ده مدير مكتب رئيس الحي اه وهو اللي حيتفاهم معايا يعني؟ اه التفاهم بقى يبقى معانا باشا اه محسوبك مرزوق اللي بفرمل ويسوق يالله بيه يالله ما تحط الناش تباين عليك وباين عالحي كله اسرار اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة